انجيل يحنى كتب بوحي من الروح القدس لكن محب أذكر المشاهدين أنه الانجيل الأخرى أو البشائر الأخرى مثل متى مرقص ألوقة كانت منتشرة أنذاك في معظم العالم القديم لكن يحنى كتب هذا الانجيل لثلاث أسباب السبب الأول لمحاربة البدع وكانت البدعة السائدة في أيام يحنى بدعة الغنصيين والسبب الثاني يريد أن يظهر عظمة وأمجاد يسوع المسيح والسبب الثالث لكي تؤمنوا فهذا هو المغزى في إنجيل يحنى بتشوف العبارة بتتكرر عدة مرات فكتب حتى يحارب البدع الغنصية التي كانت ترفض يسوع المسيح جاء في الجسد الجسد يعتبر مادة والروح هو الصلاح فإذا المادة شر فلا يمكن أن يأتي المسيح في الجسد فابتدأ بقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فحارب هذه البدعة بيتكلم عن شهادته أنه شاف ورأى يسوع المسيح وبحاول يتكلم عن يسوع المسيح أنه حقيقة جاء في الجسد وأنه كان حضوره بين الناس كان يمشي بين الناس كان يصنع خير يعلم ويصنع المعجزات أيضا فحارب هذه البدعة التي كانت تنكر اللهوت وتنكر أن المسيح جاء في الجسد السبب الثاني هو يعتبر طبعا المغزى الذي يتخلى لكل صفحات هذا الإنجيل أنه يركز على يسوع المسيح ابن الله أنه ليس فقط ابن الإنسان ويحاول يعلن أن المسيح جاء حتى يعكس مجد الله حقيقا وحضور الله في وسط الناس